الحمد لله خلق الإنسان وجمله باللسان نطقا وبيانا وجعل اختلاف الألسن والألوان آية للعالمين وبرهانا ونزل على عبده الفرقان معجزة للناس وتبيانا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من امتلأ قلبه بالتوحيد تصديقا وإيمانا واشتغل لسانه بالذكر تبليغ وإعلانا وانطلقت جبارحه بالصالحات خضوعا وإذعانا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكمل الخلقة خلقا وأرفعهم قدرا وأعظمهم شأنا وأفسح من نتق بالضاد حديثا وقرآنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فسادتي وإخواني وأساتذة هذا الصرح العلمي المشيد وحييكم بتحية مباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور نحن فريحون ومبتهجون جدا حيث أتاحنا الله تبارك وتعالى فرصة ذهبية لعقد هذه المسابقة الخطابية النهائية في رحاب هذه الدار بين أبنائها الطلبة تحت رئاسة الرئيس السابق فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله وسيقوم بواجب الإشراف على هذه المسابقة الحكمان المبجلان السابقان الشيخ المفتي محمد فاروق والشيخ سليمان الروشنغاوي لقاهم الله نظرة وسرورا فيحلولي بهذه المناسبة السارة أن أستقبلكم أيها الضيوف في رحب هذه الجامعة بأزكع واطف الحب شكرا للمشاهدة